ويستوكس كوكون مع وضعه مرتين اثنتين في خلال 28 يوماً يقطع مستوىات الملح إلى الدرجة التي يكون بها التدهور قد قلع بشكل كبير أو توقف تماماً إن الطبقة الأولى من ويستوكس كوكون التي يتم وضعها عن طريق استخدام المسترين أو الرش بنسبة تغطية من 6 إلى 7 كيلو جرامات لكل متر مكعب يتم تركه في المكان لمدة تقرب من 14 يوماً بعد إزالته يتم وضع طبقة ثانية وتركها في المكان لمدة 14 يوماً آخرين